حاجة خطيرة جداً حصلت دايماً ما أفكر فيها هي وجود فكرة السوشيال ميديا الصورة المغالطة اللي بنحطها دايماً قصاد الناس دايماً بننقي أفضل صورة صورة عشرين صورة عشان نقي أفضل بوزيشن ممكن نزوء العضلات سنة ونزوء الملامح والوسط سنة ونحط ميكاف ونعمل حاجات في الشعر ونحط هذه الصورة للناس المشكلة اللي إحنا بتدي نصدق بجد صحيح الصورة بيصدق طبعاً ما بيعملش دامج إلا لصاحب الشخصية لأن أنا لما أحط صورة لياً مجملة حلوة بتوقع بعد كده إنك تعاملني تعاملني على أساس هذه الصورة أنا نفس أشوف نفسي كده أوكي فبحط الصورة الحلوة وبعدين قعد أشوفها أشوفها بتنطبع في زاكيرتي إن أنا كده إن أنا هي صورتي كده ده بيربي إيجو قوي بيعمل أنا وليا رهيب وأنا لما إيجو عندي يكون منتفخ بساعد الحكاية دي على إنها تثبت أكتر أنا عايز أخذ ذلك فبقيت منتظر إنك تعاملني كده فلما تيجي تقول لي أنت أصلح أقول لك أنا أصلح أنا بشعر وأنا بشعر يا دكتور وأنا مش بشعر لا ما إحنا إتنين بشعر ماشي بشعر قصة لأن أنا صدقت من كترة أكرار الصورة ثبتت ونسيت الحقل عارف المسأل اللي بيقولك قاعد يجزب الكذبة لحد ما سدق نفسه ده بعد كده بيحلف ويقسم إن اللي بيقوله حقيقة لإن أنا بجزب كذبة وأكرارها أكرارها أكرارها وأنا بكرارها هي بتزيح الحقيقة من مكانها لحد ما تبقى ضئيلة جداً وتثبت هي فجأة أقول نسيت الحقيقة فأقول الكذبة على إنها حقيقة بقت أسهل آه وما تنساش إن أنا كذبها لإن أنا عايزها صح فبتثبت أكتر طبق ده بقى على الصورة اللي أنا بحط نفسي فيها يعني ربنا يحفظنا ويعفو عنها الناس اللي إحنا بنتهكم عليهم ونقول بتتصرف كأنها عندها عشرين سنة عيني آه هي مصدقة هي مصدقة آه وفي نمازج بدون ذكرى أسماء عايشين في هذا الشرق وزرار اللايك طبعاً النهاردة السهل بالنسبة للناس أعتقد ده بينفخ تماماً الشخصية بيعمل لها هالة رهيبة آه ده إثبات في ناس لو ما خدتش لايك بتكتاء بالنهار ده في ناس بتبقى يومها الكامل قايم على إنه يحط الصورة عشان يحس بالسعادة آه طبعاً نحط لكم صورة وعد اللايكات بقى آه عشان سعادة تي آه طب ولو حضرتك رجع بيجي الزمن لبداية السوشيال ميديا خالص وقدر إنك تدوس على حاجة معاناة تغيرها تغير إيه في مين في السوشيال ميديا يعني عشان ما تعملش أي دمج للبناء دمين لا في السوشيال ميديا هدوس على آسف يعني على الجهل بالمادة اللي بيقدموها على الاستهانة بالمشاهد إن أنا مش مش هتطلقه ما برفعش مستوى إن أنا بكسب على حسابه في السوشيال ميديا فتحض أفكار غلط أو كلام غلط بندوس زيادة أو يعني فأنا بلوس بلوس الفكر بلوس الأخلاق بلوس المبادئ أي حاجة لأن أنا كذباً ما يهمنيش بقى أنا عملت إيه صح ده اللي أنا أدوس عليه وحط أقول لا ده لا عايزة رقابة وعايزة جزاءات وعايزة عنف في المراقبة في التعامل معه طبعاً لأن دي أنت يعني أنت مش بتعملها وتكسب وتمشي أنت بتعملها وتكسب على حساب في تجاريات في الموضوع تجاريات على حساب قيم وأخلاقيات ونقول هي البلد بتتنيل ليه كده هو الناس ليه كده أخلاقها بتوحش الناس دي تخلقت أخلاقها وحشة ده اتفرمطوا اتفرمطوا مين البي فرمط لازم نشوف مين اللي بيفرمط طب حاك شايف لو على نفس المنوال ده في ضلنا مشين في المستقبل الجاي إلا هيحصل للنفس البشرية في هذا الإطار يعني الطبيعة بتاعها تروح لفين هيضمر نفسه الإنسان اللي بيعمل كده اللي بيعمل كده للأسف فيه علاقة مضطردة ما بين التطور الحضاري اللي مش محسوب فيه التدهور اللي بيحصل في المعنويات والقيم والأخلاق صح فارغ فأنا بتطور حضاريا زي التكنولوجي تطور معها قوي بتستخدم في إيه في كلام فارغ ما استخدمتهاش في اختراع ولا إبداع صح فأنت بتضمر حاجة فأنت بتعلمني الكسل بالتكنولوجي الجديد مضبوط لإن أنا استوردت التكنولوجيا ما تعلمتهاش في فرق ما بين إن أنا أشتري جهاز بيعمل كل حاجة في الستوديو ده وفي فرق بين أنا اللي عملت الجهاز وشخص بقى نجم بدون ما يعامل حاجة فأنا استوردت تكنولوجيا طبعاً شيء للتكنولوجيا أنا لا شيء لا شيء إنما اللي عمل التكنولوجيا وده الاستهاله مم شيء للتكنولوجيا هيعمل غيرها مم خدت بالك مظبوط زي اللي بيصطاد سمكة صح ولا بتجيب له سمكة صح جداً تعلمني ما تخلنيش أستورد مم ده الخطأ في بلادنا إن إحنا مستوردين تكنولوجيا أحسن ناس تستورد تكنولوجيا تكنولوجيا مش مقصود بيها كمان التليفون أو كده قد ما بنستورد الفكرة نفسها يعني في اي سبوك يعني انستجرام تكنيك بتاخد التكنيك فاهمت عمل إزاي فاهمت عمل ليه عشان تحصل استخدامه مم ما فهمتش فأنا اشتريته طبعا زي ما اشتري عربية رولز رويس مثلا وماشي بيها أنا كل اللي بعملون أنا سوقتها اه أو جبت حتى سوقها أنا بستمتع بيها تفهم فيها حاجة طب يا أخي اقرأ عنها شوية يعني فكرة عن العربية اللي انت معمولة فين والباور بتاعتها ايه ولا وتفر يعني ده مثال بسيط ما فيش طب اه إنما كل ما سهلت علي التكنولوجيا قللت من عندي فرصة التفكير والبحث والإبداع هو ده اللي بيحصل الناس النهاردة ما بتدورش البيلا او قدامهم البيلا او طب هقول لك مثل غريب جب هات اي شاب عنده طمانتاشر سنة اللي هو مفروض في سن السنوية العامة وديله ميت جنيه وقول له هنشتري اتنين كيلو برطقان بقى خمسة جنيه هتشتري اتنين كيلو ونص وهات للباقي هيطلع الكالكوليوتر هاي فكر بيولوجيا فكر بدالي مش موجودة هات بقى واحد راجل حارس عمارة بسيط وقول له نفس المهمة هقول لك اتنين كيلو ونص هيبقوا بسبعة وربعين كرش وهاخد من الجنيه كزا يديك عشرة جنيه يبقى لك كزا حسابها ازاي دي لوجيك اتعلمها باللوجيك ده افضل عندي من ابو كالكوليوتر اديني كالكوليوتر بس اعلمني الاول هو الكالكوليوتر تابع يشتغل بازاي حشان ما بقاش مجرد مستقبل لاقي متالي ده السوشيال ميديا بالنسبة للناس رأيه قاسي جدا بس معلش اعذروني لا افن بخص صح جدا